السلام عليكم اي ثري قرب على الأبواب وما بقى على شيء وقررنا اليوم أن نقدم لكم توب تن أكثر عشر ألعاب طاقم ترقيميق من 50 يجربونها لكم في معرض اي ثري 2017 وحطوا ببالكم الألعاب اللي بنذكرها هي الألعاب اللي شفناها لها عرض رسمي لها يعني الشركة قالت أن لعبة هذه رح تصدر وما يهم التاريخ مثل تصدر أهم شيء من عرض رسمي لها معناتها بلد بون 2 ما رح تكون موجودة لأنا ما رفنا عنها ولا شيء عنها لا عرض رسمي ولا حاجة فقط إشاعات أما الحين خلونا نبدأ في المركز العاشر معنا لعبة متل جير سوليد سورفايف هذا يعتبر جز جديد فرعي من لعبة متل جير وحنا نبغى نشوف وش رح تطلع اللعبة من غير كوجيما واللعبة واضح أنها لعبة صراح بقاء وأيضا واضح من العرض أنك رح تقاتل زومبيز وصار قريبة من فكرة لعبة رزين تيفل أوت بريك الانزال العب سيشن 2 وما يدري يمكن الناس تعجبهم اللعبة بس أنا شخصيا مستاء الاختيار الاسم كان سموها حاجة ثانية طيب ويطلع بأي بي جديد لأنه واضح أن اللعبة بعدت بعد كبير على نفسيات العاب مثل جير سوليد في مركز التاسع معنا لعبة سبايدر مان من زمان منزلت لعبة سبايدر مان ممتازة وآخر واحدة بالنسبة لي كانت سبايدر مان 2 واللي كانت على بلاسيشن 2 والجيم كيوب وهي كانت مبنية على الفيلم وستيس سومنياك مشهور بلعاب البروتفورم مثل زلسلة راتش تانكلانك وأيضا لعبة سونسيت أوبردرايف يعني احتمال راح نشوف عمل ممتاز جدا للعبة سبايدر مان هذه السنة دايز جون دايز جون سوني فاجأتنا بالعرض اللي كان موجود في موتمر بلاي ستيشن عن لعبة دايز جون وفكرت العرض ان كان في اكثر من زومبي قاعدين لحق شخص تقريبا فوق خمسمية او حاجة زي كذا يعني عدد مهول من الزومبي ويريك ان اللعبة تتحمل هذا العدد وايضا تقدر دبحهم يعني زي فكرة ديد رايزنج بس على اسلوب سوني بعضنا نحن نفسنا اعتقد انه موت اعتقد انه موت اعتقدون الحرب العالمية وايضا مغير الاشياء اللي كانت نرفز الناس وهي الطيران عشان كذا متحمسين نجربها المركز السادس ما لعبت فيفا 18 فيفا كل سنة تنزل لكن هذا الجزء ودنا نشوف طور الرحلة ايش بيصير فيه التطور لان الطور الرحلة لما نزل في الجزء فيفا 17 كان حاجة ممتازة وناس كثير تفقوا عليه وعطوه ثناء كبير فهل بنشوف انه راح يقدر يطورنا هذا الطور اكثر ويعطونا خيارات اكثر تأثر على اللعبة نفسها لان الطور هذاك كانت تختار اختيارات بس ما اثر جذريا في اللعبة نفسها ونبغى نشوف اطوار ثانية مثل برو كلاب والألتمت تيم واشياء الاضافات اللي راح يضعون عليها وايضا نبغى نشوف الليجنز على البلاستيشن فور انا متأكد هذا حلم كل شخص على البلاستيشن فور انه يشوف الليجنز على البلاستيشن فور في المركز الخامس معنا لعبة زينو بلايد كرونيكولز 2 لعبة الار بي جي المنتظرة واللي نزل الجزء الاول على جهاز الوي والثري دي اس واللي ايضا استعراضوها في الديريكت اللي كشف عن جهاز نتندو سويتش بس الاستعراض اللي شفناه جودته كانت سيئة حسيت عشرة اطارات او عشرة فريمات في الثانية ننتظر ونشوف مونوليث ايش بيت راح تقدم لنا لكن المعروف عنها ان العابها دائما تكون ممتازة من ناحية القصة والاداء وايضا ناحية الاكوستات وطريقة اللعب في المركز الرابع معنا لعبة كراش انسينترولوجي من يوم معنا عن ريميك كراش في مؤتمر بلايد سيشن اللي كان في اي ثري سنال ماذا اللي حضرناه وانا ابغى اجربها بيشوف ايش التطور اللي فيها وبعدين شفناها فيديوات لعب جيم بلاي وفيديوات ايضا للتريلر اللي استعراض لها واللي شفناه ان الرسوم تحسنت كثير عن اول اما لعب نفسه ما تغير نفس اللعب اللي عجبناه او خنقول نفس اللعب اللي عجبنا فيه من يوم من زالت كراش على بلايد سيشن ون وكراش اعتبرها لها مكانة خاصة عندي لانها تعتبر اول شريط وايضا ان اللعبة هذي رح يكون فيها ثلاث العاب كراش ون وكراش تو وكراش ثري وكلها رح تكون بسعر واحد وسعر مغري جدا وايضا ما بقى كثير على اصدارها في المركز الثالث معنا لعبة سوبر ماريو اوديسي سوبر ماريو اوديسي واللعبة المنتظرة بعد ما شفنا العرض علىها في دايريك نتندو واخذت جاء ماريو ثلاثية الابعاد كانت اسطورية واخذت تقييمات جدا عالية على موقعنا ماريو غالكسي ماريو غالكسي 2 وايضا ماريو ثري دي وورد ولعبة شكل جميع من ناحية العوالم واضح انهم حطوا يعني شغل كثير فيها خاصة ان الحين صار تقدر تروح عوالم عن طريق خلنقول طيارة او حاجة زي كده وايضا القبعة صالها عيون والقبعة هذي ايضا لها استخدمات كثيرة مثل نتخلي ماريو انجلز عليها ويمكن نشوف استخدمات ثانية لها حتى باوزر عنده قبعة برضه نفس الفكرة فهل بنشوف حاجة جديدة في القصة والتطور كثير اللعبة ماريو ننتظر ونشوف اشي يصير معانا وحاب اقول لكم انه لما جربنا لعبة زلدة او خنقول لازلدة برث في الثالث الماضي في اي ثري جلسنا في الطابور ثلاث ساعات عشان نقدر نجرب اللعبة فالله يستر كم نقعد نجرب لعبة سوبر ماريو ادسي في المركز الثاني معنا لعبة غاد اوف وور سلسلة غاد اوف وور تعتبر سلسلة اللي اتقنت طور الهاك اند سلاش مو بس كده السلسلة فيها قصة ممتازة محبوكة في ثلاث اجزاء رئيسية وثلاث اجزاء فرعية وكانت الصدمة الكبيرة لما تغيرت الجهة السلسلة في مؤتمر بلاستيشن سال الماضية وطريقة اللعب كانت مرة غير مو متعودين عليها اشبه كثير من طريقة العاب اللي فيها المنظور من الكتف زي العاب بريزن تيفل فور وخنقول طريقة اللعب حقه العاب غيرس والقصة كانت في الاساطير الغريقية هذا في الجزء الاجزاء القديمة لكن الجزء الجديد هذا شكله رح يكون تكون قصة مبنية على الاساطير النرويجية الاحتمال الكثير نشوف فيها ثور ولوكي وأودن ننتظر ونشوف وفي المركز الاول معانا لعبة The Last of Us 2 مين منا ما لعب الاسطورة هذه ومين منا ما تحركت عند المشاعر فيها لعبة The Last of Us لما انزلت هي من المطور الرهيب نوتي دوك وكانت اكبر اثبات ان حبكة القصة والحوارات هي لتحرك مشاعر اللاعب اكثر من الجيم بلاي نفسه بالنسبة لي شخصيا الجيم بلاي كان عادي جدا ما هو شي جديد ولا شي مميز بس القصة والحوارات والاحداث هي اللي لفرعت اللعبة فوق ومن خلال عرض تشويقي شفناه للجزء الثاني كلنا ما تحنسي نشوف ايه هي كبيرة ايش راح تسوي وايش صار الجويل او جول او جول او ايش اسمها جول جول وايش بيصير في العالم بعد نهاية الجزء الاول كلنا متحمسين لها من الحماس ترى ضيعت اسم جول بس صراحة انا مكثرة شخاص اللي احب هاللعبة ومتحمس لها فننتظر نشوف ايش بيصير فيها وهذه كانت توبتن حقة 10 العاب حنا متحمسين نجربها في معرض اي ثري وطاقم ثرو غيمينج يحيييكم يقول لكم انه راح يقدم لكم احسن تغطية للمعرض من ناحية الالعاب ومن ناحية الاستعرضات ومن ناحية كل حاجة تكون التغطية راح تكون في الموقع وعلى شبك التواصل الاجتماعي تويتر فاد الشيح اللي هو انا تويتر عمران الحازمي تويتر محمد البسيمي وايضا تويتر احمد المصطفى اشتركوا في القناة مع السلامة شكرا اشتركوا في القناة